ناقشت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمحافظة معرفة اجتماعها برأسة المحافظة الواء سلطان العرادة ناقشت حزمة من الإقراءات الاحترازية الوقائية لتعزيز حماية المجتمع من خطر الانتقال الفيروس واستعرض لاجتماع ما تم تنفيذه من حزمة الإقراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة سابقا وكذا التغيير الفني المقدم من وكيل المحافظة الدكتور عبد الربو مفتاح حول مجمع الأعمال والإقراءات التي جرى تنفيذها خلال الأيام الماضية منها اطلاق حملات التوعية المختلفة ورفع كفاءة الغطاع الصحي والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني من أجل توحيد القهود لتنفيذ خطة لجنة الطوارئ المتضمنة لإقراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا إلى جانب ما تم إنجازه من أعمال في تجهيز مركز حجر صحي وطبي وأغلاق صالات الأعراس والمسابح وخدمات الشيش والمعسلات بكافة أنواعه في اللوكندات والاستراحات شدد المحافظة العرادة على أهمية مضاعفة القهود لكافة القهود ذات العلاقة الحكومية والمختلطة ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الغطاع الخاص بما يعزز من حشد كل الطاقات والموارد والجهود لمواجهة هذا الوباء الخطير ومنع انتقاله في المحافظة في حال ثبت وجوده في اليمن كما شدد على رفع التوعية المجتمعية لتحفيز كل فرد بدوره في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه وتعريفهم بالسلوك الصحي السليم